مستهل قراءتنا في عنوين أبرز الصحف الصادرة اليوم ببلدان أوروبا الغربية من فرنسا حيث كتبت صحيفة لوموند أن موجة الحر غير المسبوقة التي تشهدها فرنسا ستتواصل طيلة الأسبوع الجاري مع درجات حرارة ستصل إلى أربعين درجة مئوية في عموم مناطق البلاد ما سيفاقم تراجع الموارد المائية في الأنهار والسدود ويهدد باندلاع المزيد من حرائق الغابات صحيفة ليكو البلجيكية ذكرت من جهتها أن موجات الحر التي تعم بلدان أوروبا الغربية لسيما بلجيكا تؤثر بشكل سلبي على توليد الطاقة النووية الكهرومائية والريحية مشيرة إلى أن الاعتماد على الغاز في توليد الطاقة سيظل أمرا لا مفر منها في هذه الضرفية الصعبة وفي بريطانيا أشارت يوم يديا اندبندنت لأن استطلاعا للرأي أظهر أن أكثر من نصف البريطانيين يخشون من عدم قدرتهم على سداد فواتير الطاقة خلال الشتاء المقبل بينما يتوقع الكثير منهم نشوء احتجاجات واسعة النطاق إذا لم تقم الدولة بالتدخل على نحو فعال ونقرأه على يومي 13 سويسرية أن مصمم الأزياء الياباني إيسي مياكي الذي توفي عن عمر يناهز 84 عاما أحدث تغييرا كبيرا في عالم الموضة الباريزي بابتكاراته الطلائعية والتي اتسمت بطابعها العملي والمريح ترجمة نانسي قنقر شكرا